ما العدد الذي 15% منه يساوي 78؟ لنفهم هذا السؤال، ما العدد لدي عدد مجهول؟ أخذت منه 15% نسبة مئوية، كان الناتج 78 إذن العدد المجهول هذا ننزله بالرمز سين أخذت منه 15%، إذن هذه نسبة مئوية، يساوي 78 لهو الجزء لنقوم بكتابة معادلة النسبة المئوية الجزء يساوي النسبة المئوية ضرب الكل إذن عندي جزء ونسبة مئوية وكل الكل مجهول لأنه كل عدد كلي أخذت منه 15% إذن الكل مجهول عدد أخذت منه 15% كان الناتج 78 إذن نستطيع أن أقول أن الجزء 78 يساوي النسبة المئوية 15% ضرب الكل كل العدد الكل اللي هو مجهول سين 15% أستطيع أن أكتبها 15% تساوي 15 على 100 كسر أو على شكل عدد عشري 15 من 100 إذن نستطيع أن أكتب عدد كتابة 15% بهذا الشكل تصبح عندي 78 تساوي 15 من 100 ضرب سين لنخفي هذا الضرب تصبح 78 تساوي 15% ضرب سين أنا أحتاج إلى قيمة السين إذن سأقوم بقسمة الطرفين على 15 من 100 قسمة الطرفين على 15 من 100 15 من 100 ما 15 من 100 بواحد إذن بقي لدي سين يساوي 78 على 15 من 100 78 على 15 من 100 على شكل كسر 78 على 15 من 100 أنا أحتاج أن أشيل هذه الفاصلة فسأقوم بضرب البسط في 100 والمقام أيضا في 100 عشان نتخلص من هذه الفاصلة العشرية وهذا يساوي 78 في 100 7800 15 من 100 في 100 سأقوم بتحريك الفاصلة نحو اليمين منزلتين الأولى الثانية فأصبحت الفاصلة هنا كأنني انتهيت من هذه الفاصلة فأصبحت لدي 15 عدد صحيح إذن 7800 على 15 لنقوم بقسمة هذا العددين بالقسمة المطولة 7800 على 15 السبعة لل 15 لا تقبل العدد أصغر 78 على 15 تقبل لو قلنا أربعة مثلاً أربعة في 15 بستين لا إذا نأخذ عدد أكبر من أربعة خمسة خمسة في 15 بخمسة وسبعين خمسة في خمسة بخمسة وعشرين باليد اثنين خمسة في واحد بخمسة زايد اثنين سبعة نطرح ثمانية ناقص خمسة بثلاثة سبعة ناقص سبعة بصفر نقوم بإنزال هذا الصفر طبع الثلاثة ما تقبل الخمسة عشر إذا نقوم بإنزال هذا الصفر 30 على خمسة عشر فيها الاثنين اثنين في خمسة عشر بثلاثين نقوم بالطرح نطرح 30 ناقص ثلاثين بصفر نقوم أيضا بإنزال هذا الصفر صفر تقسيم خمسة عشر فيها الصفر ثم صفر في خمسة عشر بصفر الباقي لدي صفر إذا العدد الماخوذ من خمسة عشر في المئة هو خمسمائة وعشرين إذا خمسة عشر في المئة من خمسمائة وعشرين يطلع ثمانية وسبعين وشكرا